امتى شك ان عندي دوالي حتى لو ما بنش على الجلد حاجة هل فيه اعراض تخليني اه ده انا عندي بداية دوالي او هيجيني دوالي هو ده اللي هبقول لحظاك عليه في التعليق القبل كده فعلا انه يبتدي يشعر بان رجله مش بتريحه على اخر اليوم بعد ما يوقف بعد ساعة ساعتين لا ده انا حاس رجلة تقيلة حاس ان انا شايل زي ما خالي بتقول شويلة رمل اه او كي اسرام اه اه ده الشكوى دي بداية الاحساس اه غالبا ده بيصحب بوجود اوريضة ولو كانت بسيطة لكن بيلزمنا اننا نعمل الفحوصات عشان نتائج طيب هل فيه دوالي ساقين وتكون فعلا وريضة وما تبنش ما تبنليش على الجلد اه احيانا بتبقى القصور الوريدي موجود ومش عامل اوريضة على السطح من الشكوى بس بنقول دي شكوى الدوالي طب نفرقها ازاي من الالم الساقين الناتج عن حاجة في الجهاز العمود الفقري مسك او قصور في الشرايين وما دول التلات اسباب المشهورين للعرج المتقطع اللي ممكن يعاني منه الشخص اللي هو بيجي واقف او ماشي يحس بالم في الجنين الدوالي الالم بتاعها هيظهر في نهاية اليوم او بعد الوقوف لفترة ويختفي تماما اول ما المريض بينام ويرفع رجليه بيختفي الالم ده اما الالم الناتج عن العمود الفقري المريض بيمشي يحس بالالم وهو واقف يحس بالالم وهو نايم يحس بالالم طب نفرق بينهم تاني التلاتة لان فيهم كمان الشرايين الشرايين التالت بقى الشرايين يتعب لما يمشي لو وقف لو ريح شوية يقعد بعد دقيقة دقيقتين الالم بيختفي ويرجع يقدر يمشي تاني لان يروع اللقب المشه العضلات عايزة دم عايزة دم ففي قصور في الشريات فيهما دول التلاتة اسباب وتفرقة بينهم سهلة جدا المريض يقدر يعرف تاني معلشة دكتور طيب هقولها تاني الوريد او القصور الوريدي يؤدي الى قلم مع الوقوف لفترة او الاعاد لفترة طويلة ويختفي اذا المريض نام ومدد رجلية ورفعها لحاجات كده يبقى قصور وريدي غالب يختفي بدا قصور وريدي يعني بنسبة 200 في المية حتى لو ما فيش حاجات شعيرات بعيدة تمام اما الشرياني ده يمشي مسافة 100 متر 200 متر 300 متر يبتدي يحس بالالم في رجله لو وقف شوية اللي هي الكلودكيشن يوقف شوية باستريح بعد كده يرجع يمشي تاني ممكن اما العرج المتقطع اللي هو الناتج عن المشاكل في العمود الفقرية وظروف او ما شابه ده بيبقى الالم موجود مع الوقفة مع المشي مع النوم يزيد في وضع معين يزيد في حركات معينة وهو طالع السلم يقولك الالم بيجيلي وانا طالع السلم او انا نازل من السلم اوضاع معينة بتؤدي الانقباط في العضلات بتاعة العمود الفقري يزود الضغط على العصب يعمل الالم اكتل ما ينفرقش بقى هنا لا رفع لي ما يروحش ما يروحش طبعا